أرحب بكم جميعاً في المؤتمر في نسخة التانية وأتمنى لكم إقامة طيبة في مصر وأتمنى لكم أيضاً النجاح في كل الأنشط والفعاليات اللي حتم أثناء المؤتمر وأثناء المعرض اللي موجود واسمحوني أقول لكم إن إحنا يعني أقدم أيضاً الشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المؤتمر وهذا المعرض وإنجاحه لأن ده أمر إحنا في مصر عرصنا منذ إعلان النسخة الأولى أو اتلقى النسخة الأولى على أن مصر تقوم بدور يعني إيجابي في هذا الموضوع الموضوع المهم اللي هو الصحة السواء كانت في إفريقيا أو في مصر بشكل أو بآخر وبنقول إن إحنا بتوضع شديد ما ذكر وزير الصحة دلوقتي اللي حضركم هو بتوضع شديد خبرات إحنا اكتسبناها في ظل ظروفنا المتشابهة ظروفنا المتشابهة مع إفريقيا نحن لسنا بدول زاد يعني اقتصادات متقدمة ويعني متقدمين في كل المجالات وبالتالي المنظومة الصحية عندنا زي ما تقال من الدكتور جاية لما قال إن كوفيد 19 كان أظهر حشاشة النظام الصحي في قارتنا الأفريقية وفي دولنا وده صحيح ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض نستطيع أن نحسن كتير من القدرات المتوضعة التي لدينا ثم بالأفكار المختلفة زي ما قال برضو سيد وزير الصحة على المبادرات والمبادرات التي ذكرت أو تم الحديث عنها هو عبارة عن يعني عايز أقول لك هو في مصر إحنا عددنا زي ما تقال 105 مليون وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفات والأسرار الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان يعني لو كان عندنا مثلا حول رقم ممكن من ننسويش 500 مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطمم الطبية وعلى كل شيء طيب ما إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعة الزيادة السكانية فهل إحنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا ولا أنا بكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها إحنا اتحركنا باستهداف زي ما تقال على موضوع الفيروسي على سبيل المثال إحنا استهدفنا هذا المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى أهالينا وعلى أسرنا وبلاستهدافنا بفضل الله نجحنا ويمكن خلال أيام أسابيع قليلة إحنا نحتفل بإعلان أن مصر خالية من هذا المرض طبقا من معايير منظمة الصحة العالمية ثم مبادرات أخرى كثيرة تم الحديث عنها وكانت الهدف منها أنه هو تكسيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق يعني تحسين للصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال المبادرات ديت زي ما تقال مثلا مبادرة قوائم الانتظار يعني مش عايز أطيل عليكم لك أنا عايز أقول أنها لمعارضت علي المبادرة دي من أربع سنين تقريبا كان الكلام على 12 ألف مش كده يا دكتور مصطفى كان 12 ألف النهاردة احنا بنتكلم في واحد وتسعة مننا عشرة مليون خلال أربع سنين وساعتها كان الرقم اللي موجود اللي تخطيط هذه القوائم كان رقم أقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار هم عشرين 15 من الدولة وورده هنا لازم أشكر من نظامات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي أربعة مليار جنيه عشان تحقق تغطية العشرين مليار جنيه بتوعقام للنظار إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي يعني مش حنسى أبدا النهاردة وإحنا موجودين وسمحولي أن أنا يعني أنا وفاة دكتور أحمد أحمد وزير الساحة السابق الذي توفى بالأمس عزائي لي والأسرته في هذا المصاب واسمحولي أقول كان له إسهام كبير جدا أثناء موجوده معنا في العمل في وزارة الصحة فاسمحولي أن إحنا نعزي باسمي باسمكم والأسرته إن شاء الله مرة تانية برحب بيكم وأتمنى لكم إقامة طيبة وفعليات جيدة ومهمة وحاول المرة زي ما قلت المرة اللي فاتت ما تنسوش أن يبقى في فرصة لكم في هذا الوقت أو هذا العام من الشهر من السنة يعني أن أنتو يبقى ليكم فرصة أن أنتو يعني يبقى في جزء في طرفيه في الأنشطة والفعليات اللي بيتم بزيارة المقاصد الساحية المختلفة نرحب بيكم وسعداء وجودكم أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم